مرحبا أعزائي المتابعين اشتركوا فيديو جديد من قناتي ومطبخي كل شيء كيفا اللي شوفني اول مرة لا ينسى اللايك اشتراك ومشاركة وتفعيل الجرس على مدهساتكم كل شيء جديد اليوم فيديونا راح يكون غير شكل راح يكون روتيني لهذا اليوم بالمنزل اتمنى يعجبكم واتمنى لكم مشاهدة ممتعة اشتركوا في القناة 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 هاي ليش سويتها اليوم سويتها من روتيني اليومي هاي واحد يسوي فد قسم منها يعني كل فترة هاي وخليها بالفريز كل ما يحتاج او مطبخة اليوم يعني تطلعيها وتقليهم او حسب انت رغبتك يعني يكون عندك اكل في اليوم طلعتوا وكان عدكم شغل ورجعتوا ما لحقتوا تطبخون موجود عدكم بالثلاجة جاهز بس تقلوهم وتأكلوهم فاني اليوم راح اسويهم هذا من ضمن هذا الروتين اليومي هاليوم راح اسوي كبة حلب واخليها بالفريز وكل ما احتاجها اطلعها وراح اسوي دول مهمين اليوم على مود الغداء مالتنا وش راح اسوي اليوم يعني راح اخلص الروتين مالتنا بالكبة واسوي دول ماء وراح اخسل عندي موعين همين راح اخسلهم وهذا هو فيديونا اليوم شوفوا اعزائي بعد ما عجنتها للعجين صار بها الشكل راح ابدي اشكلها بالاشكال انت تحبوها الاشكال طبعا هي معروفة مال كبة الحلب مثل ما دا اسويها تقدروا نسويها بشكل طولي او تقدروا نسويها على شكل دوائر حسب رغبتكم انتم وحسب ذوقكم فاني هس راح احشيهم كلياتهم واخليهم داخل صحن كل ما احتاج او ما تكون طابخة بهذاك اليوم راح اطلعهم راح اغلفهم بنيلون المطبخ اتمنى يعجبكم هاي الفكرة حبيباتي وطبعا اكثر ستات البيوت الشطورات هما يعني مواني دا علمهم بالعكس دا ارويهم قسم من روتيني لهذا اليوم فهم كلهم يعرفون يطبخون ويعرفون يسوون اشكال وانواع كلش حلوة وذوقات طبعا فشوفوا هنا راح اخليها بالصحن ما كان عندي مثل ما يقولون هذا النيلون الخاص بالفوق يعني فاني سويت خليتها بصحن وغلفتها بنيلون المطبخ على موت كل ما احتاجها او ماكن طبخة ذاك اليوم راح اطلعها وكونوا معاي راح اسوي دول ما همين واتمنى يعجبكم الفيديو وراح اخليكم شوية جولة معاي اطلعكم شوية جولة بمدينتي اتمنى تعجبكم وبعد اتعدنا وراح اعتقد اغسط الموعين همين راح انزلها ويا الفيديو فاتمنى يعجبكم اعزائي وعزيزاتي الغاليات اتمنى يعجبكم الفيديو ولا تنسوني بلايك اشتراك مشاركة دعمكم اهم شي وشكرا لكم ودعمكم والنجاح والموفقية للجميع ويا ربي اعمل امن والامان على بلدي الحبيب ويكونوا منصورين بذن الله واتمنى انه يرجع العراق وصير حالة حال اي بلد موجود كلش اتمنى من كل قلبي والله بياكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة